وفي سياق متصل أكد هلال أن مسؤولية المنتظم الدولي تزداد أهمية تنفذ لتحول العالم إلى قرية صغيرة مع تطور وسائط تواصل وتسالعها فالآن العالم عنده والحمد لله بفضل خطة عمل فاس عنده وثيقة عنده برنامج وعنده مبادئ المهمة جدا التي تمس كل أوجه الحياة السياسية أو الاقتصادية فيما خصوص تنمية أو الأمن والسلم على القارات وبين الدول وكذلك الحفاظ والدفاع على حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الأطفال والشباب فكل هذه المبادئ الآن مضمونا في هذه الخطة ماذا كان نقص هو العمل لأن في فاس منذ خمس سنوات طبعا تفقنا على خطة عمل ولكن مع الأسف لم يكن هناك أي اجتمال لكي نناقش كيف أو طريقة إنزال هذه المبادئ الآن هالي يومين والحمد لله ناقشوا المشاركين للجود قريبا من كل القارات طريقة تطبيق هذه المبادئ وكانت فيها اقتراحات مهمة جدا مثلا هي أولا اخترى طلب من الأمم المتحدة أن تقوم بنشر أكثر لهذا البرنامج ثانيا إشراك الوكالة الأمم المتحدة للتعليم أو للصحة أو للشباب كذلك في توزيع هذه الخطة وفي تطبيقها يعطى دعم تقني للدول تأهيل رجالات الدين في البلدان الأخرى تعاون تقني بين البلدان بيناتها وخاصة نحن والحمد لله عندنا المأهد للصحب جلال فيما يخص الأئمة والمرشدات كثير من المحاضرين تكلموا عليه لتحسيس وتأهيل العمة والمرشد لكي يواجهوا خطاب الكراهية والعنف كذلك هناك الدور للشباب والمجتمع المدني والإعلام كان مهم جدا أنهم يقولون هذا الشيء وكان كذلك تنظيم ندوات في جميع أنحاء العالم وندوات خاصة في الأمم المتحدة لكي لا يبقى هذا برنامج عمل أو خطة عمل كوتيقة فقط ولكن كوسيدة لمحاربة كل أنواع العنف ورفض كل أنواع الكراهية ولكي كذلك نشتغل يدا في يد لتعايش وقبول آخر وبناء السلم والثقة وكذلك إظهار المبادئ السلمية والمقدسة في كل الديانات لأن الديانات إذا أخذت عليها في مبادئها فكلها تدعيل السلام تدعيل الحق تدعيل التعايش واحترام الاختلاف مع الآخرين فهذه القيم أقولها مقدسة كلها إن شاء الله سوف تكون عندها واحد آلية ديال العمل لإظهارها لتطبيقها لوضع الضوء أكثر عليها وليقحم عديد من الفائلين والفائلات في كل مستويات وعلى في كل البلدان حتى نعطي لها زخما تطبيقيا وعمليا إن شاء الله اللي غد يخلي العالم كله يتكلم على فاس وأنا كنت فخور جدا لأن أمس كان هناك مداخلات قالوا المداخلين فيها أن قدموا خطة فاس في إفريقيا في أسيا في بنغلاديش في ألمانيا في أمريكا في أمريكا اللاتينية في الدول اللي عندها نزاعات وطبعا هالدول ما كانوا يعرفون أن هناك خطة فاس وقالوا الحمد لله الآن فيه وثقة أممية اللي ممكن أن تساعدهم على حل مشاكلهم ممكن أن تساعدهم على خلق جو اجتماعي أو بين الجارعين أو في منطقة من المناطق اللي تخليهم أنهم يتعايشون في احترام لأن الأمم المتحدة وهذه المبادئ التي انبعتت وأخذت من الكتب السماوية وأخذت كذلك من وثقة الأمم المتحدة اللي كلها نبيلة فهي موجودة لخصنا فقط هو العمل الانتزام واحترام هذه المبادئ وتطبيقها على أرض إن شاء الله وهذا هو الهدف من هذا السيمبوزيوم ديالفاس هاليومين